السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا وسهلا بكم. اعزائلات الله بالصف الثالث الاعدادي. ازايك يا شباب يا رب اكونوا بخير. اه بنكمل مع بعض محافظات الترمي التاني بعد السنة اللي فاتت. وعندنا النهاردة محافظة الشرقية. والشرقية انتم تعرفين ان هي تميز من احنا ايه دا سمع شوية. اعنا اشوف عندنا افكار اللي عندنا ايه. اول سؤال هو سؤال ديالوج بين ابراهيم. ده هو امين المكتبة. ابراهيم في المكتبة كي يستعير كتاب. اقول له عندنا سؤال ازاي يساعدك? اقول له ايد لايك تو بورو ابوك. هي عندنا يقول له كده يا شباب عندنا. هاو. كان. اي. هل بيو. ازاي اقدر اساعدك? فقال له ايد لايك تو بورو ابوك. عاود استعير كتاب. فقال له سؤال. قال له انا بستمتع بقراءة قطب عن الطبيعة. وضح يقول له عندنا ايه نوع قطب? يبقى وط. قين. ما نوع. وممكن تبقى وط طيب كلمة طيب برضو يعني نوع. ممكن وط صورت برضو يعني نوع. يقول له عندنا ود. يو. لايك. نوع كتب ايه عندنا? ايه ايه. فقال له عندنا كتب كتير عن الطبيعة. قال له كده عندنا. we have a lot of folks about a about nature عن الطبيعة. ورح سأله سؤال عشان هي قدر يستعير كتابة يا شباب. لازل يكون مع حاجة اسمها كده ايه? آآ كارد اللي هو كارني الاستعارة. نجيب بس الكلام كده شوية. يبقى. معك كارني استعارة او كارت استعارة. طبعا هنا قال له لأ لانه قال له ايه? ازاي احصل على كارني او كارت? يبقى له عندنا كده. وبعد يبنعمل قمى. لا مش معايا. كارني استعارة. just give me recent person photo of you. قال له بس هجيب لي صورة حاجزة ليك. فعلا هنا ابراهيم بيقول له ايه? بيقول له تشكر جدا. قال له you are most welcome at any time. ويحنا بيقول له عندنا كده thank you. شكرا على المساعدة بتاعتك. قال له مرحبا بيك في اي ايه? اي وقت. نروح على السؤال التاني. هو سؤال read and complete. طبعا بالترجم الاول الكلمة اللي فوق. ودائما القطعة دي يا شباب بيكون من كتاب المدرسة. لازم تيجي من كتاب المدرسة. كلمة يعني سوفة فيت يعني اقدام. جمع كلمة فوت يعني قدم. ود فعل مساعد. يحضر او يعد او يجهز. يغير يشحن. يتكلم عن. معناها ان الدراسين بيلعبوا. ضر مهم جدا. في بناء امة متعلمة. ام متعلمة. هما بيحضروا. طلاب بتاعهم ايه? ومستقبل يبقى. يحضر. يحولوا وغيروا حياتهم. يبقى. يساعدوا الطلبة. توقفوا على اقدامها. خلي يبقى قعدة اف. الحالة التالتة او الحالة التانية سوري. طبعا في الامتحان اللي لازم تعرف ان هو فيه اربع خانات فضيين. تلاتة منهم على البكاب الكلمات واحدة لازم تبقى زي كده. ازا لم يكن هناك بمدرسين. طبعا حالة اف التانية يبقى فيها ايه? يعني لو ما فيش مدرسين شايفة اخرج عندنا من نظام التعليم ولا اتبار ولا مؤنسين ولا علماء الى اخيره. يجب ان نحترم معلمين. بعد كده فيه قطعت فه. يعني يحكى ان كان فيه ولا الفقير. بيقضي ايامه ان هو يخبط من باب لباب ويبيع ايه? الصحف والجرائد. عشان يدفع مقابل تعليمه في المجلسة. في يوم الايام هذا ولد الفقير كان جعان. قرر ان هو يطلب طعام من الباب اللي عليه الجاي دوت. هو وصل عنه. باب اه في منزل الفتاة. طلب منها كباية مية. بس البنت اللي مش اتحالته البائسة هو فقير يعني. البنت اللي جيته ايه? جيته كباية من اللبن. اللي ولا بتحرجه كان عاوز يدفع مقابل هذا اللبن. لكن البنت رفضت تاخد اي فلوس. بعد عدة اعوام البنت شعرت انها مريضة. رحت لطبيب. لم يتمكن احد من علاجها. كور يعني عليك. رحت لاحسن طبيب في المدينة. بالطبيب ده. استمر اه سابيع كبيرة بيحاول يعالجها المستشفى خاصة. حتى ان هي اصبحت ايه اه شافية تماما بقت اه تعالجت يعني يعني تم علاجها. كانت سعيدة هي كانت خايفة انها مش تقدر ايه تدفع الفاتورة بتاعت المستشفى ده اللي يعني فاتورة. وكلمة ان هي عندنا تستعين هي تدفع يعني. لما المستشفى قدمت لها الفاتورة الفاتورة كانت تقول تم دفع الفاتورة بالكامل بكوب من ايه لبن. طبعا وضح انه هو الولد الفائر ده لما كبرت السن اصبح طبيب وهي راحت له بالصدفة لكن هو تعرف عليها وقرر عليها كلها على حسابه. على حسابه. وقال لها تم دفع الفاتورة بايه بكوب من اللبن او الحليم يعني. شوية اول سؤالة عندنا يا شباب الفكرة الرئيسية في هذه القطعة ان احنا يجب ايه عندنا طبعا يا شباب يعني دايما نقوم باعمال جيدة وصالحة في كده مثلا بيقول لك عندنا صناقع المعروف تقي مصارع السوق. يعني خير اللي بتعمله دلوقتي اكيد هيتردلك في وقت ايه تاني. نمبر تو. الولد ده كان لديه مظهر فقير. يعني المظهر. طبعا يعني بصر او الرؤية. بعد كده اصبح هذا الولد الفقير ايه طبعا دكتور بس مشهور اسمه يعني احد اشهر طبيب احسن طبيب ايبقى مشهور جدا. لخص البراكراف الثاني في القطعة في جملة واحدة من عندك انت باسلوبك انت يعني. طلبة في الانتحان عارفة فين البراكراف الاول والتانية والتالت عنا نرجع كده القطعة شباب ونشوف عندنا ازاي نقدر نشوفها. اول البراكراف فين واخر فين? دايما اول اي براكراف هتلاقيها هو سير لك ده بادئة في الاول هنا. فده البراكراف الاول لحد كلمة دور. ومن اول كلمة لحد كلمة هو ايه? البراكراف ايه التاني. وان ده البراكراف التالت يبقى انت في الامتحان بتعرف فين اول البراكراف من البادئة الفاضية اللي هي فين هنا. وطبعا اللي بعدها بقى هنا. طبعا الجزء ده بيتكلم عن ايه? ان الولد طلب منها آآ كباية مية لكن هي اديت له كباية لبن وايه? رفضت تاخد من الفلوس. طبعا عندنا نشوف احنا ممكن نلخص ده ازاي اشابه عندنا. هكتب عندنا كده. تلخيص خالصة هوت هقول عندنا كده. ولد الفقير ده. رفضت تاخد منه اي ايه? اي فلوس. ده منخص كده الجزء ده. رأيك البنت كانت تشعر بايه? لما غادرت المستشفى اكيد كانت سعيدة جدا لان حد عالجها وكمان اعترف بالجنيل بتاعها عليه هو صغير يبقى عندنا كده اعتقل. حد يكتب عندنا كانت مندهشة ينفعها شباب. هل البنت كانت عارفة للدكتور ده فعل فاتورة? اكيد عارفت لانه فكرها بايه? بالجلاس في نجان ايه? في او كوب من اللبن. نروح على السؤال رقم اربع يا شباب وهو سؤال في الامتحان من فضلك راكز جدا عشان صعب نخسر اي درجة في السؤال ده. النباتات غالبا بتاخذ التلوث من الهوى وتجعله نظف لنا يبقى يعني تمتص. طبعا بريديوس يونتج. روتكت يحمي ان كديد زود. لكن هي تمتص ايه? التلوث. المكان اللي في نبات او حيوانات بتعيش بطريقة طبيعية طبعا ده اسمه هابتات اللي هي عندنا ايه هابتات شباب عندنا? البيئة اللي بيعيش فيها ايه حد. هما يعيشون على الساحل الشرق. ممكن نحور كلمة ساحل دي خليها صفة ساحلي باضافة ايه? كنا خادنا حاجة اسمها هابتات البيئة الساحلي. number four is something to improve a difficult situation. حاجة بنعملها عشان نحسن موقف صعب شوية. يبقى عندنا اسمها النشتب. النشتب يعني مبادرة. بتعمل مبادرة عشان بتحلي مشكلة صعبة. you don't have to plug it in because it's. انت مش محتاج انك انت تتوصل هذه الاداة بالسلك لان هي ايه شباب تعمل بدون اسلاك. هذه الطائرة ضخمة جدا. معنى كلمة تبقى huge. نروح على السؤال الخامس الشباب وهو سؤال جرام. did you finish your homework before you went to the cinema? طبعا قاعدة اسمها before. قلنا لازم يجي قابلها عندنا شباب ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. ماضي تام بالكون من هاد وتصريف تالت. فالصحة عندنا كده had you finished. مصر يتم زيارتها اكتر من اربع اربعتاشر مليون سائح كل عام. بقى الجملة دي مبنى للمجهول. انه جايب المفعول به الاول. ثم جايب بعد كده buy. ثم الفاعل. المبنى للمجهول بيتكاوب نيقاش بعدنا من verb to be مناسب للمفعول به دوت. ومناسب للزمة تاع الجملة. ثم تصريف ايه تالت. الجملة دي مضارع. عرفت من انا من كلمة افرير. بانا عايز بيربت بي مضارع ام واز وار. ايجيت مفرد يبقى از. ثم تصريف تالت يبقى يا شباب. ننبر ثري. يعني معنى الجملة ان احنا دلوقتي بنستخدر مصابيح موفرة للقارب والكهرباء. اسمها او يعني هنا نصابيح خاصة بالطاقة الموفرة للطاقة يعني. الجملة معناها احنا ما كناش متعولين نستخدمها لكن انا نفعل الان. طب كلمة اعتدى في الماضي. طب لم نكن معتادين على او يعني لم نكن متعودين او معتادين على استخدام مصابيح المفرد الطاقة لكن الان نفعل الان عشان في الامتحان في طلب اكتريك هبقى ايه? تعودنا نستخدمها لا. ما كناش الاول متعودين نستخدمها والان اعتدنا. ودي من ضمن التريكات اللي جات في الامتحان الشرقية. الالوان خلت الصورة شكلها حلو لما تنظر اليها يعني جميل النظر اليها. في كلمة النظر هنا انا اضطر نخليها ايه? 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 منال. الجملة دي اشبه عندنا مش ريبورتت لاني لسه فيها نقولنا فعلا القول بيكون عندنا لو ما كانش حد بيكلم حد. لكن حد بيكلم حد تبقى اسمها تبقى بعدين. بعد كده اخر سأخذ سؤال في الامتحان هو سؤال نكلم على المشروعات الجديدة. هتحسن حياة جميع الناس اللي تعيش فيهن? في جميع انحاء مصر. تعالى نشوف احنا كتبنا ايه? قلنا مشروعات في مصر حتحسن حياة المصريين. ايجيبت بدأت مشروعات كتيرة عديثة لتحسين حياة المصريين. المصرات العامة تحسين الكواس جدا لسفر الاسرع. تساعدت في تغيير حياة ناس كتيرة جدا في الريف المصري. توفر لهم مياه نظيفة لكتريستي كهرباء وتعاليم جيد. بنيت كثير من المنازل الجديدة توفير منازل للشباب. مصانع توفر برضو وظائف للشباب ايضا. هذه المشروعات تغير حياة المصريين. طرقة كبيرة جدا في المستقبل. طبعا ده ملخص. لك انت ممكن تكتب عندنا يا شاب قفطة من كده مشروعات تانية مختلفة. كده يا شابه الحمد لله خلصنا محافظة الشرقية. ان شاء الله نحل مع بعض. بقت المحافظات. وهسيب لك تحت صندوق الوصف. رابط في جميع المحافظات اللي احنا ايه حلنا. ربي الفيديو يكون مفيد لكم. من توفير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.